موسيقى وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد العمر أيام وتاريخ يرافق من أراد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد حتما سترقى أمة كان الكتاب لها عماد ويزيد وهج الكون علما حين تحضنه الأيات الأيات الثقافة الثقافة المترجم للقناة وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد العمر أيام وتاريخ يرافق من أراد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الرماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد حتما سترقى أمة كان الكتاب لها عماد ويزيد وهج الكون علما حين تحضنه الأيات الأيات وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باجتهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد إن القراءة نعمة أوصى بها رب العباد اقرأ فإن العلم مثل الصبح من بعد السواد اقرأ وجاهد واغتنم وطلب من الله السداد العمر أيام وتاريخ يرافق من أراد وعي تعانق باستهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد وعي تعانق باستهاد والله أكرمه وجاد والأمنيات غزيرة كانت نتيجتها مداد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الراماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد نشر الثقافة غاية تجلي عن العقل الراماد فازرع بذور العلم فيك غدا سيرضيك الحصاد حتما سترقى أمة كان الكتاب لها عمات ويزيد وهج الكون علما حين تحضنه الأيات الأيات ترجمة نانسي قنقر